السلام عليكم بخوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة تلعب تأدي مقابلة ولا اروع تراوغ تعمل 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 تعطي الاسيس لزملائك وما تسجلش هذه كرة القدم سعيد بالرحمة اليوم ادى مقابلة ولا اروع يخصها فقط ينقصها اهداف ولو حتى هدف هدف فقط من سعيد بالرحمة يكفي هدف واحد من سعيد بالرحمة يعني يكلل هذا المجهود بهدف فقط راح يكون طوب سعيد بالرحمة اعمل اليوم كل شيء الا تسجيل هدف فقط شوط الاول اللي كان فيه نوعا ما اه كان متأخر نادي واسهام وبعدها عاد في النتيجة كان نوعا ما اه لعب محصور في وسط الميدان وتوجد بعض الفورص اللي سمحت يعني انه بدأ يفرض اه سيطرة نادي واسهام على كريستال بلاس في مقابلة اه مقابلة ديربي لندن اه سعيد بالرحمة حاول انه في الشوط الاول اه يصنع الفارق حاول انه اعطاه يعني كان يعني اه نوعا ما من الانانية من بعض اللاعبين اعطاه اسيست الانطونيو انطونيو كان وحده كان قادر ومعه مدافعين بين مدافعين كان قادر يهبس يحبس ويعاود يرجع يعطي بالرحمة يخرج فاسة فاسة وسيجيل هدف لكن قرارات فردية ايضاً العديد من المحاولات اه في الشوط الاول هنا وهناك اه الشوط الثاني يدخل اه نادي واسهام بقوة اه قبل ما اه يسجل قبل ما يدخلو في الشوط الطاني عفوا قبل مايدخلو قبل مايدخل يادي واسهام في شوط الثاني سجلوا هدف اه احتس بولفار اه ليسجل هدفين اه في الشوط الاول. هدف ثاني لي اه رجعت من تقنية الفار وتم احتساب الهدف. اه في الشوط الثاني دخلت وستهام بقوة سعيد بالرحمة كالعادة كالعادة كالعادة. اه ايضا بعض الانانية من بعض اللاعبين اه نادي وستهام اللي كان سعيد بالرحمة اه في مواضع يعني اه وضعيات اه ممتازة لكن اه مفضلوش يعني يعني فضلوا انهم يعطوش الكورة ويلعبوه بطريقة انانية نوعا ما. وستهام في الشوط الثاني ادخل بقوة وسجل هدف الثالث اه من ركنية اه من مدافع لسجل هدف الثالث. من بعدها اه سعيد بالرحمة اه ونادي وستهام سيطر بالطول والعرض على المقابلة. وسعيد بالرحمة حاول انه يصنع عن فرق ويعطي اه كورات مليمترية الزملاء واصيست اه خرافي الزميلو اللي يضيعو. اه سعيد بالرحمة في المقابلة هذي بيّنوا اثبت انه اه لاعب يحب يلعب يعني لا يلعب جماعي مهوش اناني عكس اه زملاء اللي كانوا انانيين في العديد من المرات كانوا انانيين. سعيد بالرحمة حقيقة حقيقة نادي وستهام ولما نشوفه نادي وستهام نشوفه سعيد بالرحمة وهذه ما هيش داخلها في الشوفانية او في الحب ابن البلد ولا جزائري ولا ها. تشوف من مقابلة تعرف اللي لاعب هذا سعيد بالرحمة يفوق لاعبين واستهام من ناحية الفرديات والامكانيات. المهارات الفردية. والامكانيات الفردية سعيد بالرحمة يفوقهم من ناحية المهارات الفردية. لما تشوف سعيد بالرحمة تعرف انه فرق بين لاعبين واستهام وساعد بالرحمة. ساعد بالرحمة في ميزان في كفة والكفة الثانية تعلق ميزان الاخر لنادي واستهام. ساعد بالرحمة قلت او نعود دار مقابلة كبيرة. يقصوا الا الهدف. نتيجة اه المقابلة بعد خروج ساعد بالرحمة تب تعويضه بلاعب اخر و اه نتيجة انتهت بلاعب وسط ميدان انتهت بثلاثة مقابل اثنين لنادي سعيد بالرحمة حسب موقع سوفو سكور تحصل على ستة فاصل تسعة رغم انه دير مقابلة كبيرة تنقيب هذا غير مفهوم ايضا هو سكور موقع هو سكور تعطى نقطة مقبولة لسعيد بالرحمة سبعة فاصل خمسة اذا حظ موفق ليس سعيد بالرحمة في قادم المقابلات اللي صراحة ادى مقابلة كبيرة ينقصه فقط الا الهدف هذا ما ينقص سعيد بالرحمة اذا محرز كالعطاء محرز لما يكون في يومه رح يقدم لك الايضافة ومحرز رغم انك يا جورديولا حقرت اليوم صراحة انه بالنسبة لي ظلم واجحاف في حق رياض محرز رياض محرز اللي كان اليوم اساسي في تشكيل مانشيستر سيتي بطريقة وبخطة اول مرة نشوفه رياض محرز انها رأس حربة خطة عجيبة وغريبة صراحة رياض محرز لعب الجناح الريواق يلعب كرأس حربة في بداية المقابلة في الشوط الاول رياض محرز كان نوعا ما تائه رياض محرز كان دايما يفضل الرواق الايمن انتعو الرواق المفضل الرواق الايمن والجناح للجهة اليمنى كجناح ايمن رياض محرز في الصور اللي نشوفوها دايما يمسك الكرة ويفضل دايما يكون في الجهة اليمنى سواء بالتمركز انتاعو او بمسكول الكورة دايما في الجهة اليمنى خطورة انتاعو مصدر الخطورة الجهة اليمنى ليس كرأس حربة هذا الابداع انتاع بيبو كورديولا انه لاعب جناح ايمن ومتقلق كجناح ايمن يديروا رأس حربة مافهمناش علي اسكوا يعني متعمدة مش متعمدة الله هو اعلم لماذا لا اعرف لكن من بعدها رياض محرز بعد ما كنا نشوفه سابقا اناني رقم واحد في مانشستر سيتي ستيرلينج اليوم ستيرلينج ماناش عارفين السبب اللي نحخله الانانية ماناش عارفين اعطى كورة مليمترية اسيست يعني رائع ممتاز لرياض محرز ورياض محرز بالامضاء انتاعو بلاسينياتو يرتاعو يسجل هدف بالطريقة انتاع رياض محرز هدف رائع اه ترويض الكورة وتسديدها بطريقة ممتازة طريقة رياض محرز بالشوت الاول قلت ما مكنش يعني فرص كثيرة لرياض محرز اللي تقلق فيها ما عدا الهدف اللي ايضا قبلها اعطى اسيست لسيرلينج اللي كان نوع الماناني وضيع الكورة اه رياض محرز بخلاف الاسيست والهدف يعني ما درش يعني فرص خطيرة نظرا لطريقة اللاعب انتاع كورديولا راس حربة ورياض محرز يفضل الجناح الايمن بعد ما كان اه اه في الشوت الاول عرف انه سيتي سيطرة عرفت مقابلة سيطرة سيتي على بثلاثية برباعية عفون اه قوندوغان الهدف الول كانسيل الهدف الثاني والهدف الثالث ايضا من قوندوغان والرباعية يختمها رياض محرز في الشوت الثاني في الشوت الثاني سيطرة كاملة لماشيست على على اطول المقابلة خاصة في الشوت الثاني قلت ليسيطروا كامل بالطول العرض على ضدنا دي ويس بروميش البيون هذه السيطرة تكللت بهدف خمس هدف خمس بدأ صناع وبدأت من عند رودري بكرة رائعة لرياض محرز رياض محرز على الطائر يسجل هدف خماسية كاملة لمانشستر سيتي إذن رياض محرز اليوم أكد أنه لعب كبير أكد أنه مهما مرت عليه من صعوبة ومن عقبات لكن تبقى شخصياً تاع اللاعب شخصية اللاعب رياض محرز شخصية قوية اللاعب هذا اللي دايماً يبرهن للجميع أنه لاعب في مستوى عالي من طينك الكبار رياض محرز يتحصل على تنقيط لبأس به ومقبول جداً جداً وجيد جداً من قبل سوفا سكورد 8.6 وتنقيط ممتاز ورائع من قبل هوسكورد 9.4 نتمنى كل توفيق لرياض محرز في قادم المقابلات ولما لا مزيد من التقلق ومزيد من الأهدف خاصة في ظل غياب دي بروين راح يخدم ويعطي أحقية كبيرة لرياض محرز للتقلق في قادم المقابلات إذن نتمنى كل توفيق لرياض محرز الأخير متقنع مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته